كما شاهدنا في المشاركة السابقة من الجزائر يبدو أن الشاي الصحراوي له طابع خاص وله طقوس خاصة أيضا في طريقة إعداده لا يعرفه الجميع ولكن له شعبية كبيرة في المجتمعات الصحراوية فلا يكاد يخلو مجلس أو تجمع عائلي من كوب الشاي أو الأتاي هذا وطبعا تحلو أنقاشات وليالي الصهر في التجمع حول صينية الشاي إلى هذه المشاركة من جزر الكناري لتتاح لحبيب للشاي طقوس خاصة وأوقات معينة يتم إعداده في المجتمع الصحراوي ورغم أن الشاي ليس غاية في حد ذاته إلا أنه يستحيل عند الصحراويين أن يُعقد مجلس أو يُحيى صمع دون إعداد الشاي وحول هذه الصينية يتم تداول الأخبار ومناقشة أمور الحياة عامة رغم بعدنا عن الأوطان والأهل والأحباب فلا يكاد يختلف المشهدان نحاول دائما قدر الإمكان أن نعيش نفس الأجواء بالحفاظ على هذا الموروث الثقافي من قيم وعادات وتقاليد منازلنا إذ عيشنا في غزارة وصرب التصابي آمن لم يفزعي وإن تسأل الأطلال يوما شهادة بما كان فيها من مصيف ومربعي تعيره مرابع المبيدع شربنا بكأس التصابي من رحيق مشعشعي وتشهد أيام الصبع عند ربها بأن ليس فيها مثل عصر الظريعي ثقافة الشاي بالنسبة للشاي للمجتمع البغان هذا سواء بمثبت الصحراوي والموريتانيين ثقافة غير المشتركة ترتبط بالإنسان البغاني ونحن بالنسبة للصحراويين أتي هذا مرتبط بينا بشكل وثيق كبير حتى سواء صحاق في حل والله في الترحال ثقافة مرتبطة بينا والصحراوي بالنسبة لهم أتايمة هل ما غرض من ذلك إجماعة الإعلتان غرض منها إجماعة بحد ذاته وبغض ما هي تعود إجماعة فناول ياسمي الغضايا التي تشغل الشأن العام الصحراوي ناقش فيها ياسمي الغضايا اللي متعلق به بالغضية بشكل أساس من مصار الوطني الصحرا هذا مدى الحمد لله من اليوم القامت ومن زاد الحافظة اللي ينقل وعدات وتقاريدها في ملبسة الصوح وماكلها وفي مظاهر الحياة كاملة دينية وتاريخية واجتماعية وكل شيء ومن ضمن بعض العادات اللي الحمد لله نتمسكين بين الصحرا ذالين ينقلوا مادة اللي ينقلوا الشاي ميدة الشاي اللي الحمد لله ترافقهم في حلهم وفترحالهم ترافقهم إلى قاسوا البدية وترافقهم إلى قي مبارة قاسوا بلدان ثانية كيف ما ترافقهم الضرع أو ترافقهم لعمامهم ولي أتايا هذا ما يقدين صاب عنه ولا تقلت تعود لقاه ولا يعودوا شيء ثاني لا بدين بالنسبة للصحراويين اختصروا أتايا ضريق في هذه الحروف يقولونها الجيمات الثلاث هي لو لجيمة الجمر ولو أننا في القربة ما متوفر أن هذا العامل عامل الجمر هذا عامل الجمر واستبدلناه بالعامل جهاز الكهربائي وجيم الثاني جيم الجر وهي جر جماعة وتطراحها مثلا عنهم بذلك المواضيع اللي يتناولوا بذلك المواضيع اللي يخوضوا فيها في أطوال الحديث يقولون عند الصحرا يقولون الجر في شد الأخبار الجر في تناول ذلك المواضيع اللي تطراح على طبط أتايا والجيم الثالث هي جيم الجماعة اللي من خلالها تتناول ذلك المواضيع الكاملة الصحراويين يقعدوا على تايماء والقرض منهم يقعدوا على تايم ذاته بغض ما هو حلق الصحب يناقشوا حولها ياسم المسائل المتعلقة بقضاياهم اليومية بقضية المصير بقضية الكفاح والنضار الشعب الصحراوي ومعانات المخيمات حوله لا نشعر بأننا غادرنا بلدنا برفقته لا نشعر بأننا غرباء عند شربه ينتقل بنا خيالنا إلى ذكريات الماضي الجميل طعمه يفقدك الصمت والخمول ويشعرك بنشوة الحياة حديثه السياسة والشعر والحب والفن وكثير من أمور الدنيا إنه الشاي جليس أنس وساحر الحديث لبرنامج أنا الشاهد كان معكم تتاح الحبيب برايكا من جزر الكنائي موسيقى 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 موسيقى